موسيقى من أجمل ما وقفت عليه من كلام أبي حامد أنه قال أدنى ما يتميز به العالم من العامي الغمر أدنى ونقول لكم بأنام بين أيض الفراين أو بين مزدوجين اليوم معظم علماء العصر لا يتصفون بهذه الصفة فهم في الحقيقة في رتبة العوامل وينحمل الشهادات وصنف المصنفات أبو حامد يقول هل أدنى لسه لبداية العلم لكي تكون عالماً أدنى شيء ما هو أيها الأخوة أدنى ما يتميز به العالم من العامي الغمر ألا يستقبح العسل الطيب إذا رآه في محجمة الحجام محجمة الحجام يوضع فيها الدم والدم استخذر بالطبيع الدم استخذر بالطبيع فالآن معظم الناس إذا رأى العسل في المحجمة يستخذره ومستحيل أن يتناوله معناه شهي لاذب لماذا؟ لأن المحجمة هذه ضرف للمستخذر وهو الدم إذا هذا يصبح قدراً مستحيل هذه محجمة مغسولة ومطهرة وضعنا فيها العسل العسل يبقى معناه الذاتي وهو طيبه وطهرته موجوداً فيه وإن اختلف الظرف لمعنى ذاتي فيه فسواء نوضع في المحجمة لم يوضع هو قذر ونوضع الطيب في المحجمة فهو طيب بأنه مغسولة أي مطهرة لكن العم لا يستطيع قال العالم أدنى درجاته أن يميز هذا شيء طيب مع أنه في محجمة يبقى طيباً سأتناوله بمعنى أن العالم يأخذ الحق وإن كان على لسان العدو وإن كان على لسان الكافر وإن كان على لسان المبتدع وإن كان على لسان إبليس كما علمنا الرسول قال صدقك وهو كذوب ولا ما الصحيح الحكم ضالة المؤمن لكن أبو حامد يعلم أنه هذا نص على فكرة يقول هو طويل بعلم لكن لا ينزل عملياً على مختضاه معظم من يتنمس بناموس العلماء ويترسم برسمهم يقول لا 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 وابتدع ضال وكما قال العلامة السبك الكبير قال البشر يتكيفون بما نشأوا عليه ونشأ على أن يُسيء الظن مثلاً في الفرقة الفلانية فيُسيء الظن في علمائها وعامتها في كتبهم في كل شيء إن صدقوا إن أصابوا إن أخطأوا دائماً هو سيء الظن وينظوا إلى كل شيء على أنه مما يُستقبح ويُذن بالحكس يا أخي ميّز أنت عالم مستقل العامة تفعل هذا العامة تفعل هذا ولذلك الآن يمكن إختبار عوار موقف هؤلاء المتنمسين أو حتى عوام العامة من الناس بأن تأتيه بكلام لإمام جليل من أجلة أئمته ممن يرضاه ويتبعه وهو له قدوة وأسوة وتقول له هذا الكلام أنظر إلى ما يقول المتدع لفلاني من أعدائه يقول كذا يقول نعم شفت هذا كلام لا يقوله أشبه البهائم هذا كلام زندق هذا كلام كذا وفعلاً يراه شيئاً كريهاً جداً فإن قلت له لكنه كلام إمامك أسقط في يديه ولم يحرئي جوابه عامي العالم ليس كذلك جميل أن أبو حامد يقول هذا أدنى ما يتميّز به العالم من العامي أول درجة هذه فإذا لم أجد العالم اليوم يتميّز من العامي في هذا الباب كيف أحكم له بعلم أصلاً انتهينا ما في حتى إمكانية نقاش هذا أبو حامد شخصية مستقلة جداً لا يهاب أن يقرأ الفلازفة ولا إقوان الصفة ولا عرصته ولا غير ذلك يقرأ كل شيء وقد قرأ كتب النصرانية وعلى فكرة لم نذكر هذا كان ينبغى أن نذكر أن من ضمن الميدان التي صال فيها وجال ميدان مقارنة الأديان فكتب كتاباً على وجازته جميل جداً وقوي ويقع موقع القبول من المتخصصين في هذا الباب قيل الرد الجميل على القائلين بإلهية عيسى بصريح الإنجيل قيل؟ إذا قرأ الأناجيل قرأ النصرانية قرأ اللهوت المسيحي ورد عليهم بمنطقهم وبمسلماتهم بنصوصهم الرد الجميل على القائلين بإلهية عيسى بصريح الإنجيل هذا عفواً الغزالي رحمة الله تعالى عليه فما الذي أخذه المازري عليه أنه قرأ الإخوان الصفة وأنه عفواً تأثر وأنه تؤثر بالفلسفة أين تأثر بهم يا مازري؟ أبو حامد تحدث عن الفلسفة بشكل دقيق كما سيأتيكم في إبانه إن شاء الله وفي محله وقال الفلسفة علوم كانت تسمى أم العلوم فسطات العلوم فهناك أيها الإخوة في الفلسفة هناك الإلهيات وهناك الطبيعيات وهناك الرياضيات وهناك السياسة وهناك الأخلاق علوم كثيرة نريد أن نعرف عن أي فلسفة نتحدث عن أي فلسفة نتحدث وهو من يزعاد واتخذ موقفاً من كل قال بالنسبة للرياضيات هذه برهانية مجاحداتها غير ممكنة لا تتعارض مع الدين ماذا نفعل؟ أهل وسهلاً بها تفضلي يدخل فيها الهندسة والحساب والفلك منبني عليها عاقل مرتب أبو حامد عاقل ممنهج بالنسبة للطبيعيات أصبحت بعدين الفيزيك الفيزياء قال هذه تتخالف مع الدين في مسائل يسيرة ومعظم مسائلها لا تتخالف مع الدين وليس من شأنها تتخالف مع الدين أعبري المهمة سأتحدث في إبانه المشكلة هي في الإلهيات الحكمة الأولى الميتافيزيكس الفلسفة الميتافيزيقية قال هنا معظم أغاليطهم هنا نفترق عنهم ونصطدم بهم وننافع ضدهم وقد خطأهم في زهاء عشرين مسألة وأكفرهم في ثلاث منها هذا كلام جميل فيأتيني المازري لم يقع الفلسفة ولا يعرفها كما قال السبكي المازري لا عرف الفلسفة ولا قرأها ولا واضح من أي صحيفة له أنه قرأ فيها كتاباً واحداً تأتي تقول لي أبو حامد متأثر بالفلسفة تريد أن تشينه بهذا وتطعن عليه هذا ليس من الإنصاف هذا ليس من الإنصاف لكن السبكي أراد أن يعتدر عن المازري باختصار فقال المازري شخص فاضل وعالم ذكي وكذا ولكنه كشأن سائل العماء من أمثاله أشعري متعصب أشعري متعصب جداً لا يجيز ولا يرى من دوح أيها الأخوة من موافقة أبو الحسن في كل شيء موافق أبو الحسن أشعري في كل مقال في صغير أمره وكبيره هكذا المازري من خالف أبو الحسن في مسألة صغيرة مباشرةً يخطئه دون أن ينظر هذا غلط هذا لا يقال في حق أبي حامد ابو حامد هذا من أعلام الأشاع الكبار وعنده تجديد في المنهج الكلامي وفي بعض مقولات وفي بعض دقيق الكلامي أيضاً مقدمات الطبيعية والعقلية هذا لا يقال في حق أبي حامد لكن هذا تعصب المازري وبعدين ليس له تأنص بالمرة بهذه العلوم الحية الحكمية فلسفة وغيرة ما بعرفها فينكر والإنسان عدو ما جهل الإنسان عدو ما جهل ويتكيّب بما نشأ عليه وانطبع به وينظر الأمور من الزاوية التي اعتاد النظر إليها منها باستمرار لا أبو حامد له زوايا أخرى فالمهم الإمام السبكي أطال الكلام هنا في رد كلام المازري وأتبأ أشياء جيدة ومشتجادة حقيقةً نعم